لا يوجد شيء واحد في الليسي الذي لا يعرف شيء قرأت شيء ولكن قليل بثاف الذي يفهمه بالصح واخر، هذا الذي قدامك هو واحد المعلم تكون من جوش خطوط حقيقية ضغوة تغيير والتي متعامدين على بعضياتهم والتي لا يعرف ما هو الخط الحقيقي يرجع للحلقة هذه المجالات وبالتالي فنحن يعملون في بعضين اللي هم R في R أو ببساطة R أوكاري فهذا المعلم تقدر تحدد أي نقطة جاءت لك على البال وبما أننا نعمل في جوجة الأبعاد فكل نقطة غيكون عندها جوج دي الإحداثيات اللي تعرفوها بحل السمية والكنية ديالها واللي هما نتيجة ديال الإسقاط البروجيكسيون بالترتيب على الخط الحقيقي الأفقي هذا اللي ناس واللي اسميته الأفاصيل والخط الحقيقي العمودي هذا اللي واقف واللي اسميته الأراتيب وذوك الإحداثيات بجوج تنديرهم مصد جوج الأقواص فمثلاً إلأخذت هذه النقطة فمنين غن دير لها الإسقاط على محوى الأفاصيل غنلقاها تتنزل عند جوج وإلا درت لها الإسقاط على محوى الأراتيب غلقها غدل عند واحد وابتلغاً دير جوج وحدها واحد بين قوسين وهذه هما الإحداثيات دير هذه النقطة لابل اللي خصك تعرف وأن جميع النقاط اللي ما تتخيلهم مش كينين هناك حل مثلاً النقطة ذات الإحداثيات 1.58 و3.91 أولاً نقطة ذات الإحداثيات ناقص ربعة على ثلاثة وجدر مربع جوج وآرى ما تتخيل مع رأساتك واللي خصك تعرف عوي تاني هو أن المستقيم أي مستقيم كيفما كان تتكون من عشرات الآلاف بل من الملايين بل من ما لا نهاية النقاط اللي كينين حضب عضياتهم ولحقاش ما يمكنش نمثل قاع هذ النقاط سنرسموا مستقيم تدوز فوقهم كاملين يعني ما تخلعش منين يقولوا لك حدد شي نقطة كينة في مستقيم لحقاش ديك النقطة أصلاً جزء من داك المستقيم دابة مني نسالت من المقدمات ندوز للمعقول نعتبر هذة الدلة التألوفية فلي إيكس كتساوي إيكس ناقص واحد ولحقاش الدومين الأصلي دي لها الدلة هو R تقدر تدير ليه تقصير لغيستخيكسيون شحال ما بغيتي على حسب الاستعمالات وأنا غنقصره الدومين R ناقص جوج بمعنى أن هذة الدلة تتقبل جميع الأعداد اللي كانين في محور الأفاصيل إلا لعدد جوج والترونسفورماسيون اللي تديرها الدلة هي أنها تتنقص واحد من كل عدد كين في الدومين ديالها نرجع شوف الحلقة دي للدوال والمجالات ومجموعة التعريف لكي تفهم ماذا تقول في الكتابة نستطيع أن نكتب هذا الشيء الذي قدامكم أو نستطيع أن نكتب فلي إيكس كتساوي إيكس ناقص واحد ونقوم بإيكس كتخالف الجوج والرسم الدلة في المعلم سيكون دير بحال حقا لاحظوا أنه كينة خوية أو لنقطة خوية وسط الدلة وإذا قدرت الإسقاط لذلك النقطة الخوية على محور الأفاصيل ستجدها نزلة الجوج وذلك النقطة الخوية ستعني أن الدلة غير معرفة لا تفهم في الجوج يعني لا تفهم في الجوج يعني إذا كتبت فلي الجوج ستعطيك شو واحد ولكن ستعطيها الصندلة وسأشيرها لك وتقول لك لبلي أتباه ونقوم بإيكس ورجع أرى الحلقة غير معرفة لكي توضح لك الفكرة وأذا سأصل إلى السؤال للحلقة التي سنجاوب إليها في الحلقة الجاية بما أنه لا يمكن أن نقوم بإيكس كتساوي الجوج في هذا الدلة وماذا نستطيع أن نقوم بإيكس كتساوي من أن إيكس تقرب جوج